تقريرٌ أممي يؤكد أن الصواريخ التي أطلقت على السعودية إيرانية الصنع الإمارات الدولة الأكثر ازدهاراً عربياً وفي مصر عمضاذة أيقونة الإحسان لأهالي أطفال مرضى سرطان أصعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلاً بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من السعودية إصرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت انطلاق صاروخ فاليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة وفاد المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي بأن الصاروخ كان باتجاه مدينة خميس مشيط وتم اعتراضه وتدميره دون وقوع أي خسائر وفي سياق المتصل أشار تقرير سري عده مراقب العقوبات في الأمم المتحدة إلى أن بقايا أربعة صواريخ فاليستية أطلقها الحوثيون اليمنيون على السعودية هذا العام تبدو من تصميم وتصنيع إيراني وقالت هيئة مراقبي الأمم المتحدة المستقلة في تقرير إن خصائص التصميم وأبعاد المكونات التي فحصتها الهيئة تتفق مع الخصائص والأبعاد التي تم الإبلاغ عنها بالنسبة للصاروخ يامون الإيراني التصميم والتصنيع ما تزال صنوف أنواع الأسلحة تصل إلى إيران عبر طرق التهريب قادمة من إيران وعلى رغم من إدعاء الحرس الثوري مؤخرا أن الدعم الإيراني للحوثي معنوي واستشاري إلا أن الوثائق والقرائن التي تم تحفظ عليها خلال سنوات الإنقلاب الماضية تثبت بلا أدنى شك تورط إيران بدعم الحوثيين بكل أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ الفاليستية التي يستخدمها الحوثي في زعزعة أمن المنطقة الزميل زكريا نعساني يسرد بالتفصيل آخر الدلائل على تورط الحرس الثوري بدعم ميليشيا الإنقلاب في اليمن أسلحة وصواريخ فاليستية وأدوات الموت كافة لا تزال تصل إلى اليمن تباعا بعد أن تم تجهيزها وتطويرها في مستودعات الحرس الثوري وتم شحنها عبر طرق ملتوية في البحر لتكون أخيرا بين أيدي المتمردين الحوثيين الذين استباحوا دماء الأبرياء في كافة أنحاء اليمن أدلة ووثائق جديدة قدمها التحالف تكشف للمرة الأولى التكتيك الإيراني لتهريب السلاح النوعي إلى ميليشيا الحوثي في اليمن أبرز تلك الأدلة هي امتلاك الحوثي لصواريخ بركان 2 التي تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية وهي صواريخ لم تكن موجودة في تسليح الجيش اليمني قبل الانقلاب الحوثي أيضا امتلاكهم صاروخ قاهر إيراني الصنع والذي عثر على بقاياه في إحدى المناطق النائية حين أطلقه الحوثي باتجاه المملكة أيضا إلى جانب الصواريخ فقد تم تزويد الحوثي بتقنيات حديثة لتحويل الصواريخ مثل الصواريخ التي تستخدم في الطائرات من نوع جو جو يتم تحويلها بمساعدة الخبراء الإيرانيين إلى أرض جو بتقنية معينة وهذا ما تم رصده من بقايا صاروخ تم تدميره في فجع الطان كما أن إيران تزويد الحوثي بالطائرات بدون طيار وشضايا تلك الطائرات موجودة لدى التحالف ومثبتة ومتوفرة أما كيف يتم تهريب الأسلحة فهناك العديد من الطرق وقفنا عندها في تقارير وأفلام وثائقية عدة إلا أن الجديد هو ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط عن مسؤول يمني بأن تهريب الصواريخ الفاليستية يكون من خلال تفكيكها وشحنها داخل حاويات قمح وأغذية في سفن تجارية كما أنه كشف بأن الأسلحة التي تنقلها السفن التجارية الكبيرة تفرغ منها الحمولة في الممرات البحرية الدولية المطلة على ميناء الحديدة ثم توضع في سفن صغيرة يمكنها التنقل والوصول إلى الميناء بشكل مباشر بعيدا عن الرقابة الدولية ولفت إلى أن التحريات توصلت إلى أن هذه الصواريخ يجري استقبالها وتجميعها من قبل نحو 75 خبيرا قدموا من إيران يشكلون غرفة عمليات متنقلة ومتفرعة في الحديدة والمحويد إذن فكيف تخزن الميليشيات الأسلحة المهربة؟ توضع الأسلحة في كهوف داخل الجبال في محيط المدن الكبرى كما أن مسؤولين أكدوا أن جماعة الحوثي استغلت الأماكن الأثارية في اليمن باتخاذها كمقار ولتكديس السلاح بها مستغلة حرص التحالف العربي على عدم المساس بالمواقع الأثرية والتراثية استمرار إيران في تهريب الأسلحة للحوثيين سيشكل أكبر خطر يهدد المنطقة وهو ما أكده وزير النقل اليمني مراد الحالمي معتبرا أن ذلك لا يشكل تهديدا على اليمنيين فحسب بل على أمن وسلامة الملاحة الدولية في أهم الممرات المالية التي تربط قارات العالم أما نائب الرئيس اليمني فقد لفت إلى ضرورة وجود رقابة وإشراف أممي يسهم في عدم استغلال ميناء الحديدة من قبل الحوثيين إلى جانب ذلك فلا تزال دول العالم تطالب بضبط عمليات التهريب في كل المناسبات الدولية والتي كان آخرها المطالب التي أكدتها دول العالم في الاجتماع الدولي الخامس في لندن حول اليمن والتي نقش فيها أيضا الوزراء المجتمعون سبل تعزيز آليات التفتيش لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن مع ضمان تسهيل حركة البضائع دون عوائق وفي داخل إيران قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزالا قويا بلغت شدته 6 درجات و13 درجة هز جنوب شرق إيران بالقرب من مدينة كرمان اليوم الجمعة وكان مركز الزلزال على بعد 50 كم شمال شرقي كرمان التي يسكنها أكثر من 821 ألف نسمة بعد أنباء عن نيتهم تشكيل فرع لتنظيم القاعدة في سوريا اعتقلت هيئة تحرير الشام عددا من قياديها الأردنيين السابقين ما أجج صراع بين زعيم تنظيم القاعدة والقائد السابق لفرعه في سوريا التفاصيل في تقرير الزميلة ديمان جم خلاف كامل بين زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري والقائد السابق لفرعه في سوريا أبو محمد الجولاني انفجر مؤخرا على خلفية قيام الأخير بحملة اعتقالات واسعة طالت قادة بارزين يقودون تيار معارضا لفك بيعة الفرع السوري للتنظيم الأم في مناطق الحدود الأفغانية الباكستانية وفي شريط صوتي صدر ليلة ثلاثاء الأربعاء قال الظواهر إنه لم يأذن للجولاني بفك البيعة ولم يسبح لجبهة النصر بفك ارتباطها بالقاعدة وهو أمر قامت به في صيف العام الماضي عندما غيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام ثم اندمجت مع جماعات أخرى في هيئة تحرير الشام خرج خلاف الظواهر والجولاني إلى العلن بعد شن هيئة تحرير الشام حملت اعتقالات واسعة الاثنين الماضي طالت شخصيات تابعة للقاعدة في إدلب ضمت عشرات الأفراد والقيادات والأجانب وأفيد بأن الجهاز الأمنية تابعة للهيئة قبض على الشخصيتين الأهم في قائمة المطلوبين المسؤول الشرعي العام السابق في النصر سامي العريدي والقياد السابق في فتح الشام يد طوباسي المعروف بأبو جليبيب الأردني وقيل إنهما كان في طريقهما إلى مقر زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني تلبية لدعوة من أجل حل الخلاف المتصاعد بين تيار الداعمين لإحياء فرع القاعدة في سوريا الرافضين لفك ارتباط فتح الشام عن القاعدة من جهة وهيئة تحرير الشام المتمسكة بقرارها من جهة أخرى وقد الرجلان اللذاني يحملان الجنسية الأردنية تيار المنشقين عن جبهة النصر بعدما أعلنت فك ارتباطها بتنظيم القاعدة في يوليو تموز عام 2016 وتشكيل جبهة فتح الشام من جهته شن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري هجوما هو الآن فعل قيادة هيئة تحرير الشام منذ إعلانها فك الارتباط عن التنظيم واتهمها بنكث العهد واعتقال النساء وتحقيق مع الأطفال وقال الظواهري في كلمة صوتية إنه لم يحل أحدا من بيع لا جبهة النصر ولا غيرها ولم يقبل أن تكون بيعة جبهة النصر سرية وقال إن تنظيم القاعدة على استعداد لتخلع رابطته التنظيمية مع جبهة النصر في حال تحقق شرطان وهما اتحاد مجاهدي الشام وأن تقوم حكومة إسلامية فيها رافضا قيام كيانات جديدة دون وحدة تتكرر فيها دورة الالتحاق والانشقاق العبثية بعد ساعات على مهجمة زعيم تنظيم الظواهري هيئة تحرير الشام النصر سابقا وزعيمها أبو محمد الجولاني خرج أحد كبار شرعي النصر عبد الرحيم عطون ليرد على ما جاء في كلام الظواهري نتابع قال الشيخ عطون أن جبهة النصر منذ تأسيسها كانت فرعا غير معلن لتنظيم القاعدة وما إعلان الجولانية تبعية للقاعدة إلى تسجيد للبيع وليس إعلانا لها ويضيف عطون أن فكرة فك الارتباط بالقاعدة كانت تهدف إلى تغيير اسم النصر إعلاميا والإبقاء على الارتباط بشكل سري غير معلن ما يؤكد بالفعل أن فك الارتباط كان مجرد خدعة إعلامية عطون أوضح أنه في فترة اتخاذ قرار فك الارتباط عن القاعدة الذي باركه أبو الخير كنائب الظواهر في سوريا كان التواصل مقطوع مع أيمن الظواهري لأكثر من سنتين وعشرة أشهر شرعي تحرير الشام عبد الرحيم عطون يؤكد أنه بعد إعلان فك الارتباط وبعد انقطاع لقرابة ثلاث سنوات وصلت النصر رسالة من الظواهري اعتبرت أن ما اتخذه الجولاني هو نقض العهد وهو أمر يجزم من دون أدنى شك الوهن الذي أصاب قيادة القاعدة الأمة العاجزة حتى عن التواصل مع الفروع وتدبير أمورها وأكثر فكلام عطون أكد التخبط الذي تعيشه قيادات القاعدة فتحرير الشام وبحسب ما جاء في كلام عطون كانت تنظر للشيخ أبي الخير على أنه نائب الظواهري بحسب ما نقله لهم بعد انتقاله من إيران رغم ما أوحت به أحد رسائل الظواهر السابقة بإنابة أبي بغصير الوحيشي لنشرتنا بقي مشاهدينا ولكن لنا عودة بعد فاصلا قصير أحييكم من جديد احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا فيما تقدمت للمركز التاسع والثلاثين عالميا ضمن مؤشر الازدهار العالمي الصادر عن مؤسسات ليغاتوم البريطانية المزيد عن إنجازات الإمارات في سياق التقرير التالي بينما تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بيومها الوطني السادس والأربعين يضيف إليها العالم مكتسبا جديدا يجعل من اسمها كالمعتاد يرفرف عاليا بين الدول الأكثر نموا وازدهارا ورقيا بعد حصولها على المركز الأول في عدة مجالات عربيا ودوليا هي اليوم تتربع على عرش الدول الأكثر ازدهارا في العالم العربي بحسب مؤشر الازدهار العالمي الصادر عن مؤسسة ليغاتوم البريطانية العريقة في مجال رصد رخاء الدول وازدهارها كما احتلت المركز التاسع والثلاثين على مستوى العالم كأكثر الدول ازدهارا وبذلك تكون تقدمت درجتين منذ العام الماضي إذ صنفت خلاله في المركز الحادي والأربعين وبحسب التقرير شهدت دولة الإمارات أكبر تحسن في المنطقة في مستوى الحياة والمعيشة خلال الأعوام العشرة الأخيرة واحتلت الإمارات المركز الثالث عالميا في معيار حرية التجارة هذا التقدم الاستثنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة جاء نتيجة حتمية استراتيجية الحكومة الثاقبة والتي تتطلع للمستقبل الذي يعتمد بالأساس على التقدم التقني ولعل أهم خطوة لتحقيق الإمارات اليوم والغد إطلاق القيادة استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وهو أول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات لعام 2071 الذي يمثل الموجة الجديدة بعد الحكومة الذكية كما يعد الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم الإمارات العربية المتحدة بشكلها الإيجابي والخلاق تؤمن بأن التقدم التقني لن يكتمل بمفرده فلم تستثني المجال الثقافي واعتبرت أن الثقافة والتاريخ والإنسانية جزء لا يتجزأ من حاضر الشعوب فكان لها أن شيدت صرحا عالميا وهو متحف اللوفر بنسخته الجديدة ليكون كما قال الشيخ محمد من راشد المكتوم ملتقا لمحبي الفن والجمال والثقافة في كل أنحاء العالم ورمزا للتلاق الفكري والإنساني وعنوانا للتسامح والتواصل هذه هي دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم ماض يسعى إلى التجدد والتجديد وواقع يسير بخطا ثابتة ومستقبل يبشر بكل خير الإمارات أيضا أقيم على مسرح المجاز في مدينة شارق مساء الخميس الأوبريت الغنائي وطن النور بمشاركة عدد من كبار الفنانين المحليين وحضور جماهيرين كبير احتفالا بذكرى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة التفاصيل في تقرير الزميل عطاء الدباغ في عاصمة الثقافة الإسلامية احتفلت مدينة الشارق بعيد دولة الإمارات العربية المتحدة السادس والأربعين من خلال أوبريت وطن النور الذي زين مسرح المجاز بمشاركة نخبة من الفنانين الإماراتيين ووسط حضور كثيف من المواطنين والمقيمين وفي أجواء مفعمة بالفرح والسرور نمسي عليكم بالخير أنا سعيد كثير بمشاركتي اليوم في احتفالات الدولة لليوم الوطني ستورب عين وعلى مسرح المجاز في أوبريت وطن النور أوبريت جميل جدا تشرفت بالغناء من الكلمات والإلحان الجميلة اللي فيه هو سعيد بمقابرة الجمهور الجميل الآن على مسرح المجاز الإمارات دائما تصدر الحب والسلام فإن شاء الله أن يلاقي الأوبريت استحسان الجمهور ويصل إلى ما يرقى إليه وهنا في الشارقة اللجنة العليا المنظمة لفعاليات اليوم الوطني ارتأت بأن نعمل عمل كبير ضخم يعني يوافق ويناسب هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا وأنا واحد معاي الفنانين الأخيرين نتشرف بأن نكون في أوبريت ضخم وكبير وطني مثل هذا الأوبريت وطن النور أول شي بحب أقول كل عام دولة الإمارات العربية المتحدة بألف خير وصحة وسلامة هذه العروس الجميلة التي تحتفل كل سنة بهذا العيد الوطني بالسلام والأمان وقد شاهد مئات الزوار الأوبريت الضخم الذي يروي قصة قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في استعراضات ورقصات شعبية وتراثية شكلت مجموعة لوحات فنية رسمت مسيرة الاتحاد في الدولة بقيادة رئيسها الشيخ خليفة بن زيد آل هيا عنه من على هذا المسرح انطلقت مشاعر الحب والوفاء احتفالا بعيد دولة الإمارات السادس والأربعين ملحمة غنائية قدمها فنانون إماراتيون احتفاءا بذكرى قيام الاتحاد وسط حالة من البهجة والفرح عطاء الدباغ لأخبار الآن الشارقة في مصر معاناة كبيرة يتكبدها أهالي مرضى أطفال السرطان بمستشفى 57-53 فهم غالبا لا يملكون تكلفة المكوث في القاهرة فيفترشون الأسوار والأرصفاء المحيطة بالمستشفى ما دفع صيام عبد الشهير بعم ظاذا إلى تجهيز شقة خاصة لاستقبال المرضى والمرافقين لهم بالمجان مستشفى سرطان الأطفال 57-53 لعلاج الأطفال بالمجان والتي بنيت من خلال المساعدات الخيرية تحمل قصة بل قصصا من الحالات الإنسانية ليصبح هذا المكان في القاهرة القديمة منبعا للخير هنا قصة مرتبطة برواد هذا الصرح الذين يأتون من كل مكان لعلاج أبنائهم فإما الانتظار أمام المستشفى أو تأجير غرفة بجوارها حتى انتهاء فترة العلاج ليجدوا خيرا من نوع آخر هنا بيأجروا شقاء للناس المرضى وأنا طبعا ضد حاجة زي كده فربنا كرمني وعملت الدار وجبت فيها سبع سرائر والناس بتيجي من المستشفى وبتعود وبتروح تأخذ العلاج بتاعها والحمد لله يعني ماشي الحال ربنا يشفيهم يا رب من سنتين لقيت برضو ان الناس ما معاش فلوس انه يتأجر والإيجار غالي هنا فقلت عملها كده بدون أي حاجة صيام أو عم زازة الجزار ابن منطقة السيدة زينب أخذ هذا الأمر في اعتباره وحمل على عاتقه راحة الأطفال المرضى وآباءهم اختار الرحمة وقدمها على مصلحته الشخصية فاقتطع من بيته جزءا وهبه للخير ليكون استراحة لأسر مرضى السرطان بالمجان من الأطفال الذين يتلقون العلاج في مستشفى سرطان الأطفال وليحصد حب واحترام شعب مصر الذي أصبح يتدول قصته بنوع من الإجلال ليس لعم زازة ولكن لقلبه الكبير الذي اتسع لمن لم يتسع لهم الشارع مرة كانت الدور كلها قفلة وما كناش فعلان لقين مكان نبات فيه ففي حد يضلين على در عم زازة وجينا بصراحة الرجل كواس جدا فتح الدار وفتح الواكل يعني غير أي دار تانية بدل ما بيروحوا البلاد من الأقالين من في بيوتهم ويكلفوا نفسهم وواصلات ويكافلوا مشاقة لا بيجوا يناموا في الدار ويصبحوا الصبح يروحوا المستشفى كبيتهم بس موجود جنب المستشفى النهاردة كده أنا عندي الجرعة تبدأ الساعة واحدة بالليل فمش عارفة روح فين جيت هنا عند عم زازة بات عنده لين ما ينفحش أقب جبينتي كده في المستشفى ما تقوله خلاص ما ينفحش يروحوا بتعلي أو روحوا أي دار فربنا يبارك يعني للناس اللي بيفتحوا دار زي كده وربنا يبارك له هي اكتفاء ذاتي الحمد لله ومعمولة صادقة جاريا يعني فاللي بيعمل صادقة جاريا ما بيعص حد يشترك معه زازة هو اسم ربما يبدو في ظاهره كوميديا فهو مرتبط في أذهان المصريين بفيلم عربي جسد بطله دور مواطن بسيط أصبح رئيسا للجمهورية وفتح قلبه للمصريين جميعا لكن بطل قصتنا أصبح رئيسا لجمهورية الخير والعطاء فقد فتح قلبه وبيته المتواضع للمرضى وأسرهم من رواد مستشفى سرطان الأطفال هذا المكان من أجل الإنسانية ومن أجل المرضى من الأطفال ومن أجل المغتربين عن ديارهم سعيا لأن يعيد البسمة على وجوه أبنائهم كان لهذا الرجل الذي يعمل جزارا في الأساس هذا الموقف الجليل ليقول أن الرحمة لا تقتصر على أصحاب لياقات البيضاء وإنما هي نابعة من القلوب الرحيمة لأخبار الآن عبدالله حميد القاهرة نشرتنا مستمر مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير ابتسامات وحلويات وأطايب في احتفال المولد في لبنان أحييكم من جديد مشاهدين الكرام ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحفة العربية لهذا اليوم نبدأ تجولنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الشرق الأوسط التي نقرأ منها أمازون تحقق أرباحا قياسية في إثنين الإنترنت سجلت شركة أمازون أرباحا قياسية في إثنين الإنترنت أو سايبر ماندي قائلة إنه كان أكبر يوم تسويقي للشركة في العالم يشار إلى أن إثنين الإنترنت هو الإسم الذي أطلقته شركة تسويق على أول يوم عمل بعد عطلة عيد الشكر نطالع من صحيفة النهار اللبنانية الاحترار المناخي يغير شكل الفئران ويدفعها إلى الهجرة شمالا بل هو الاحترار إذن أظهرت دراسة حديثة أن الاحترار المناخ يؤدي إلى تغير في شكل الفئران ويدفع أنواعا منها إلى الهجرة شمالا حيث الشتاء صار أكثر اعتدالا لا أعلم هو الاحترار أم الاحترار على العموم مشاهدينا نتحول إلى صحيفة اليوم السابع المصرية جوجل تطلق تطبيقا جديدا لمساعدة مستخدمي أندرويد على تقليل استهلاك الإنترنت أطلقت شركة جوجل تطبيق ديتالي لمستخدمي نظام أندرويد يهدف إلى مراقبة استهلاك باقات الإنترنت بشكل دقيق إذ يقوم التطبيق بمراقبة استهلاك الإنترنت مع التقديم تقارير آنية وإلى صحيفة الوطن مشاهدين التي نطالع منها في الصحة 70% من مرضى الأيدز لا يعلمون الإصابة به جاء في تفاصيل الخبر أكدت منظمة الصحة العالمية ضرورة إجراء اختبار فيروس نقص المناع البشري الأيدز وتشجيع الجمهور على القضوع لهذا الاختبار وحث المتعيشين مع الفيروس ليكونوا على علم بإصابتهم بالفيروس ثم ليسعوا إلى تلقي العلاج ختم من صحيفة الوئام السعودية التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم فيسبوك تطلب من المستخدمين صورة لإثبات شخصيتهم بدأت منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك بالطلب من المستخدمين تحميل صورة شخصية للتحقق من أنهم أشخاص حقيقيون وليسوا روبوتات وتجري المنصة اختبار عملية التحقق التلقائي من الصورة على مجموعة صغيرة من المستخدمين إذن نتحول إلى أخبارنا مشاهدين وبعيدا عن الصحافة إلى لبنان يحتفل المواطنون هناك بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف على طريقتهم بتوزيع الحلوة والأطايب لتتحول شوارع بيروت وساحتها العامة بأماكن لمحبة وفرح رئيس أبي أنتون والتفاصيل بالابتسامات والدعاء بالحلويات والأطايب يستقبل الشباب والشابات المارة فتحولت الشوارع والساحات العامة حواجز محبة فريحة مهللة بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم أكثر شيء نحن مبسوطين فيه أن كل الفرق عبت خانقوا على حب النبي كلنا بالشارع كل الأحزاب كل الجمعيات الدينية كلنا ناس اللي عم توزع عن روح الرسول وحباً بالرسول كلمة لا إله الله الله بتجمعنا كل ياتنا ويالاتنا نجمع كل ياتنا كلمة لا إله الله الله محمد رسول الله ويا رب بتجمعنا نحن وياكم عند الحبيب الغالي سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله بمناسبة مولد النبوي الشريف اللي بينقام فيه توزيع الأكل والشرب والمدايح النبوية الشريفة واخراءة القرآن الكريم وهيدي عادات من مئات السنين بلشت واستحسنوها العلماء وكل سنة بتعرف المسلمين بيقوموا فيها وبيحتفلوا فيها عيد المولد حل علينا بالخير والبركات نسأل الله تعالى أن تكون هذه البركة فاتحة خير على كل الأمة الإسلامية نسأل الله تعالى ببركات محمد عليه الصلاة والسلام أن يفرج عن أمة محمد في ذكرى مولد رسول الإنسانية والرحمة والخير تلبس الأسواق ألوان العيد وتشع بأضواء الفرح وتحت شعار اتباعك نور تنظم فعالية تتمحور حول السيرة النبوية الشريفة وأشغال يدوية وعروض حكوات وإنشاد مع محطات وخلفيات لالتقاط الصور عملنا تكنولوجي حنعمل بالفي ار الولاد يحطوه على رأسهم ويشوفه ثري سيكستي الكعبة والكب الخضرة هنا وعم يسمعوه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فهيك نكون احنا شوي علمناه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قدي مهم هيدا النهار بها السنة وكمان من كل عبناهن هيك بطريقة مهضومة احتفال بالأعيار كتير مهم للمجتمع كتير بيأكد على احساس بالانتماء خصوصا للولاد الصغار وانه هن مرتاحين بمجتمع هن اللي عايشين فيه وعم يحتفل لهم بعيد بطريقة كتير حلوة سألوا مهاتير بن محمد قالوا له ماذا تعرف عن الإسلام فاتكلم عن الصحة وعن الثقافة وعن التعليم وعن الأخلاق فقالوا له وماذا عن الإسلام والدين قال أنا كنت بتكلم عن الإسلام والدين الحلويات والجمعة تقاليد اجتماعية لا يتخلى عنها الناس في هذه المناسبة الكريمة يشعر الأهالي في ذكر المولد النبوي الشريف أنهم في إجازة من هموم الحياة وهناك فرصة حقيقية للابتهاج والدعاء بالخير والطمأنينة والاستقرار لبلدانهم لأخبار الآن تريسيا بيانتون لبنان في خبرنا الأخير يتقاضى البرتغالي كريستيانو روناندو النجم ريال مدريد الإسباني 410 ألاف دولار فقط عن كل تدوينة إعلامية على موقعه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام ويحتل روناندو المركز الأول بين الرياضيين من حيث القيمة المادية التي يتقاضها مقابل كل تدوينة إعلامية على صفحته في أنستجرام والتي يتابعها 116 مليون شخص وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين تقرير أممي يؤكد أن الصواريخ التي أطلقت على السعودية إيرانية الصنع الإمارات الدولة الأكثر ازدهاراً عربياً وفي مصر عمضاض أيقونة الإحسان لأهالي أطفال مرضى السرطان بهذا إذا مشاهدين كرام لكم قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائماً لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني وتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضاً متابعة باتنا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز بالأنباء دائماً كونوا معنا